كان في حرص من دولة مصرية في الفترة الأخيرة على أنها تأكد على أهمية دخول المساعدات أهمية وجود الهدنة وهو ده اللي في الآخر تم التوصل إلى صلابة الموقف المصري ووضوح الرؤية المصرية منذ البداية إزاي لما بتستخدم كل وسائلها لأن عندها خطة محددة في الآخر بيتم تنفيذها وبيتم الوصول للنتائج اللي بتريدها أو بتريد التوجيه إليها الدولة المصرية ده صحيح طبعا لأنه الشغل على الملفات دايما نحن بنقول الجزء الظاهر ده جزء بسيط جدا ما يجري تحت السطح بيبقى أكبر وأكثر تعقيد والقدار الفلسطينية طول عمرها متصلة سواء داخل فلسطين الفصائل المختلفة كل فصيل لها علاقات مختلفة واتصالات مختلفة وجهات ربما بيرجع لها أو غيره لكن الحقيقة مصر بتشتغل مع القتال الفلسطينية كلها ومع الجميع ومالهاش طرف تقدر توجهه أو تستفيد لأنه مالهاش مصلحة غير حل هذه القضية وضمنها وده تأثيره على الأمن القومي وغيره ففكرة الجهود في هذا الأمر والعمل في كل الملفات اللي هو بيغير وجهات مظر في حتة وفيه تواصل هنا وفيه قنوات مختلفة مفتوحة احنا ما قفلناش أي قناة اللي يمكن ده رد على بعض الناس اللي كانوا يكلموا نترد وناه وناه طع وانت لو قطعت العلاقة مش يبقى عندك تواصل مع الأطراف لازم يكون عندك تواصل مع كل الأطراف بالشكل يتوصل فيه وده حتى منعكس في ردود أفعال القيادات السياسية لحماس وتوجيهها الشكر للدولة المصرية بكافة جوانب أولي اعتقدوا اسرارها كمان على تسليم الأسرة والمحتجزين للجانب المصري رفضها أنها تسليمهم لأي مكان آخر لثقاتها في أن الجانب المصري على الحياد تماما هو ده طبيعي لأنه مصر الطرف الوحيد شوف مصر لا توطف أي جهود لأطراف أخرى بالعكس بترحب بهذا الأمر وتنصق ودي ميزة في العمل للمصر لكن هو هنا الأهم أن مصر عندها تراكم خبرات في الحرب وفي السلام إحنا اللي حاربنا وإحنا اللي عملنا سلام يعني فيش طرف تاني عمل ده منفس القوة ومنفس التركيز زي مصر وبالتالي فأنت لديك خبرات ولديك خبرات في الأطراف المختلفة الأطراف المختلفة مهمة جدا لأن زي ما احنا قلنا إسرائيل ما هيش حتة واحدة وما هيش تجاه واحد صحيح هو عدوان استيطاني عنصري لكن كمان أنت بتتعامل مع واقع موجود بتاخد منه أو تسعى لأنه تحقيق أهدافك وده النقطة المهمة لأظن أنها واضحة عند مصر أنا هدفي في النهاية هدفي الدولة الفلسطينية زي ما كان هدفي قبل كده أن أنا بحرر أرضي هدفك تروح له بغض النظر عن الكلام هنا أو هناك أو المدخلات والتدخلات وده نقطة بصراحة في منصات وفي اتجاهات بتعمل مع الجانب الإسرائيلي للتقليل إما للتقليل أو لتشوية دور المصر وفيه هجوم كبير جدا وأعتقد لو حد بيتابع الصحافة الإسرائيلية والإعلام فيه هجوم واتهامات لمصر بأنها منحازة وأنها تدافع عن كذا لكن هو ده إنعكاس للفشل الإسرائيلي الفشل في أنه آه وانت حققت هو عمل توغل وعمل خسائر في الجانب الآخر لكن الظاهر هو عدد المدنيين اللي سقطوا أغلبهم أطفال ونساء وشيوه لكن هي الفكرة أنك تبقى أنت مالك للخيوط والمفاتيح اللي أنت تستطيع بأن تتحرك وتذهب إلى الهدف مش بس كده كمان بعيدا عن أن أنت تشتري لجان أو تتكلم على أدوار كل واحد يأخذ الدول اللي هو عايزه النهاردة ممكن أحد يعني أعتقد في السوشيال ميديا أو في المنصات الإعلامية المعادية لمصر أو غيره ممكن أحد يشتري سبونسر بيدفع فلوس ويعمل نفسه أنه عمل كل حاجة ده عادي مصر بلد كبير مش هتقارن نفسها به هذه التفاصيل لكن كمان لا تمنع أي طرف من أنه يعمل ولا تزايد على أطراف مشتعدة للتعاون كمان الحقيقة أسوأ شيء الحقيقة النهاردة كمان وده بننبه لي ومصر بتنبه لي ورئيسها بفتح السيسي من في أسماء إسرائيل أو اللي جان الإلكترونية أو وحدات مختلفة بتعمل مع المساعدة ومتعاية دي حاجة مهمة أعتقد بها حاجة معروفة ناس تبقى نفسها عاملة نفسه الجنسية الفلانية وبيشتم الجنسية الفلانية فالتاني يرد عليه وده احنا حارسين مصرين أقل ناسوا يدخلوا في هذا النوع من الصراع واحد يهاجم دور مصر باسم جنسية عربية فيدخل لا كل الدول العربية يجب أن تحترم نفسها بعضها الشعوب يعني ونحن لا ندفع لهذا النوع من الصراعات المختلفة وفي نفس الوقت ندرك أن هناك من يريد إشعال هذا الأمر كل دور مطلوب ولا أحد يزايد مصر أقل أكبر مصر الأقوى فيما يتعلق بالمفاتيح والملفات نحن محدش دامش من عنوان تفاخر ده واقع بيفرده الجمغرافيا وبيفرده التاريخ وبيفرده تاريخك مع ده كمان مصر اللي على مدى سنوات وجه التحديات كانت بتسقط دول يعني من إرهاب لأزمات مختلفة لنعكسات في الجنوب في الغرب في غيره ما بتعمل خطوطها الحمراء ما بتبقاش خطوط حمراء كلام بس بتواجه بشكل واضح واعتقد أنه في أطراف كثيرة كانت ضد وجهة النظر المصرية أو معادية وكانت تدعم أطراف وغيره هذه الأطراف آمنت بالواقع أن تكون فيه السياق الصحيح نكتشفت أنها تتحرك غلط حينما تموت تنظيمات أو غيره فهنا نتكلم كل الجهود مرحب بيها صحيح ومصر بلد كبير تستطيع إدارة هذا الأمر باحترافية لأن لديها مؤسسات مختلفة ومش بس مؤسسات دعائية أكيد ترجمة نانسي قنقر